السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم طبتم وطابط أوقاتكم بكل خير معكم أخوكم أبو زياد فلنسينا وأصلح جميع أنواع الغسالة الدجيتال سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رجعنا إن شاء الله لحضراتكم معنا غسالة ماركت LG ديريكت درايف 15 كيلو غسيل وتسع كيلو تكفيف طبعا حضراتكم الغسالة دي كان فيها مشكلة هنقول لحضراتكم طريقة حل المشكلة بتاعتها وإزاي إن احنا نقدر نفرمت الكرت ونفرمت الزاكرة اللي على الغسالة ولو في عطل معنا يظهر معنا بكل سهولة وإزاي إن نقدر نعرف الأكواد بتاعات الأعطال والتستمود والسوفتوير وكل حاجة إن شاء الله هنقولها لحضراتكم لو أنت جديد في القناة وأول مرة تشاهد المحتوى ياريت تدوس لايك وتشترك في القناة عشان يوصل لحضراتكم كل ما هو جديد وتابعونا بعد الفاصل طبعا حضراتكم علشان نقدر نعرف حل أي مشكلة أو إزاي إن احنا نقدر نصلح الجهاز عن طريق التستمود طبعا الغسالة دي تستمود بتاعها آخر زرارين مع زرار الباور زي ما حرقكم هتشوفوا معنا كده تمام ده بنقدر نحدد منه تحديد عطل الغسالة وإزاي إن نقدر نجرب كل شيء في الغسالة عن طريق زرار الباور مع زرار اللي هو الغسيل والزرار اللي هو التكفيف حضراتكم اللدات كلها بتنور كده زي ما حضراتكم شايفين طبعا كده يبقى أنت كده ما عندكش مشكلة في اللدات يبقى كده اللدات عندك فيها مشكلة كل ما حضرتك بتدوس آآ ستارت أو بتدوس ضغطة على زرار اللي هو التشغيل كده حضرتك بتدخل الغسالة في وضع آآ تجربة الصمام طبعا صمام صمام دخول المية بعد كده بتجرب المطور آآ عدد لفات المطور بتوصل معاك لعدد لفات معينة لحد ما توصل للآخر عدد اللفات المعينة اللي هي في الغسالة طبعا كل غسالة بتختلف عن التانية آآ بعد كده بنختبر معنا حركة آآ الترومبا لو الترومبا عددك بنشغلها بتلاقي الترومبا اشتغلت معاك بتشتغل طيب آآ بنجرب معنا آآ كل حاجة خاصة في الغسالة طيب احنا دلوقتي لو جربنا كل شيء في الغسالة وآآ وحصل مثلا لقدر الله عطل أو ظهر معنا كود الكود ده زي ما حاركم عارفين احنا قبل كده شرحنا بدل المرة كزا مرة ومنزل لحضراتكم اكتر من خمسين موديل للتستمود في القناة حسيب لحضراتكم في وصف في رابط في وصف الفيديو ده فيه اكتر من خمسين موديل الغسالة آآ طبعا سامسونج إلي جي يونيفيرسل اي غسالة ان شاء الله إريستون آآ كل الغسالات موجودة ان شاء الله هتلاقوها لو انت عندك اي غسالة هتلاقيها ان شاء الله موجودة في القناة القناة انا منزمها لحضراتكم بحيث ان انت لما تكون عايز اي شيء تخش تبحث عنه في قهوام التشغيل طيب احنا كده بندننا ندوس ستارت للغسالة زي ما حاركم شايفين لو ظهر معانا كود او عطل تبتدي ان انت تعرف الكود ده فين وطبعا انا برضو في قيمة تشغيل فيها جميع الاكواد والاعطال يعني زي ما حاركم ما بقول لحضراتكم كده ان الاعطال فيه اعطال بتظهر عند حضرتك بتبتدي ان انت تزيلها عن طريق تستمود وفيه اعطال ما بتطلعش منك يعني بتعمل علامة كود قدام حضرتك تبتدي ان انت من خلاله تعرف حل المشكلة فين طيب لو انت قدرت ان انت تتواصل للكود ده هتعرف حل مشكلة الجهاز بتاع حضرتك في ايه طيب الاكواد يا جماعة هسيبها برضو لحضراتكم في تاني رابط موجود معانا في وصف الفيديو ده علشان تخش تعرف العطل فين وتبتدي ان انت تحله لو ظهر مع حضرتك اي كود عطل او اي حاجة وعايز تسأل عليها ان شاء الله بعتولي في التعليقات هرد على حضراتكم ان شاء الله بإذن الله تعالى طيب ايه احنا بندننا نضغط يا جماعة على الستارت ده لحد ما الغسالة تطفي معانا طفت معاك الغسالة كده خلصت وضعية التست مود بتاعتها وبكده بقى انت كده فرمضت الجهاز بتاعك وعملت له زي نظام تست مود او لو في عطل ولا حاجة بيظهر عند حضرتك على الشاشة دي كانت معلومة ديكم النهاردة لو انت جديد في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصل لحضرتك كل ما هو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته